طبعاً جوحة التركية هو خوجة أو خواجة نصر الدير جوحة الإيراني هو مولا نصر الدير جوحة العرميني أردن جوحة اليغزلافي آرو جوحة المالطي في مالطا جوهان جوحة الإيطالي برتولدو جوحة الروسي بلد كييف كل أمة لديها جوحاها الإنجليز أخذوا جوحة منها قوها قوها ذا فول يقولون جوحة الأحمق ليس الأحمق جوحة ليس أحمق لذلك أحسن صنعاً الأستاذ الكبير عباس العقاد في كتابه الوجيز عن جوحة الضاحك المضحك حين وقف أو كسر الفصل السابع على نماذج مما يُنسب إلى جوحة من مآثر وأضاحيك وأمازيح يمكن أن تجمع هذه بالإنجليزية تحت كلمة واحدة إكسبلايتس يعني جمعها جعل ستين منها حول نوادر جوحة التي تتل على عبقريته وذكاء الفذ أتبعها بعشرين تدل على حُمقه وبعشرين أخرى تدل على تحامقه وتبالهه وهي الصنعة التي راجت منذ القرن السادس الهجري صنعة التحامق والتباله بأثر الطغيان السياسي وكبت الحُرِّيات وقطع الألسنة واعتقال الأحرار شاعت صنعة أيها الإخوة، ماذا؟ صنعة التغافل والتحامق والتباله واخذوا الحكمة من أفواه المجانين وعُقلاء المجانين الذين يسبكون ويصوغون اعتراضاتهم ونقاداتهم على المجتمع والأوضاع في شكل أمازيح أيضاً وعضى حيك لكن تحت في العُمق أيها الإخوة نقد قاس ومر لمن وعى لمن وعى وهو أسلوب تخلُّصي أسلوب تخلُّصي أبدع فيه هؤلاء أيما إبدع